يقول لك أنا أعرف نعم وهل تعرف أن عقيدته صحيحة وأنه على التوحيد والسنة قال نعم طيب لماذا تبغضه قال لأنه يقدح في حسن البنة وسيد قطب سبحان الله طيب ما سيد قطب يسب الصحابة والشيخ محمد أمان الجامي ينتقد حسن البنة وسيد قطب لماذا أحببت سيد قطب الذي يسب الصحابة وأبغضت الشيخ محمد أمان الجامي الذي ينتقد حسن البنة وسيد قطب ما الحسنة التي فيه سيد قطب قال إنه كان يدعو إلى الله طيب الشيخ محمد أمان الجامي يدعو كم أربعين سنة للتوحيد والمعتقد الصحيح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن الحسنة التي في سيد قطب موجودة في من؟ في الشيخ محمد أمان بل أعظم هذاك مش دعاله دعال الفكر ودعال التكفير وفسر القرآن برأيه وعقله غاية ما عنده أنه كاتب وأديب طيب ما جريمة سيد قطب وما جريمة الشيخ محمد أمان عندك جريمة سيد قطب إنه يسب الصحابة طيب جريمة محمد أمان الجامي ما هي؟ أنه يتكلم في ماذا؟ سيد قطب حسن البنة والإخوان المسلمين ومع ذلك وش يقول؟ يقول ولو يحب سيد قطب ويدافع عنه ويستميت في الدفاع عنه ويبغض الشيخ محمد أمان الجامي ويسبه وينتقده ويخرجه عن السنة إذن وش الميزان عنده؟ والله الذي لا إله غيره إن الذي يفعل ذلك ليس الميزان عنده الدين ولا السنة الميزان عنده الحزب الإخواني